بجنوب الولايات المتحدة الأمريكية لقي ما لا يقل عن ستة أشخاص حتفهم بعد الشياح عواصف قوية ولايتين ميسي سي بي والويزيانا متسببة في أكتر من 12 إعصارا ومخلفة ضمارا حسب ما قالت السلطات بالولايتين ووقعت العاصفة في الوقت الذي يلزم السكان بيوتهم عبر الجنوب الأمريكي بموجب إجراءة الحجر الصحي الصارم في الولايتين بسبب جائحة فيروس كورونا وسجلت حالة الوفاة السيد في ميسي سي بي وفق ما أعلنته وكالة إدارة الحالة الطارئة بالولاية على تويتر